الأجواء مشحونة وتوتر سيد المواقف بين الحكومة في كبك واللجان المدرسية حول السجال المتعلق برفع الزيادة على الضريبة المدرسية إلى درجة أن رئيسة الوزراء بولين مرواء أشارت ضمنا على طاولة المفاوضات إلى أنها قد تعيد النظر في إمكانية إلغاء الضريبة المدرسية فقد أكدت مرواء أن النظام الحالي للضرائب العقاري قد بلغ أحده الأقصى ولا يتناسب مع الدعم المطلوب على الصعيد التعليمي من هذا المنطلق تقول رئيسة الوزراء نرى أنه لابد من إعادة تقييم النظام وبهدوء وذهبت مرواء إلى أبعد من ذلك من خلال التلويح بإمكانية إلغاء اللجان المدرسية في إطار المباحثات التي جرت مع المسؤولين عن شبكات التعليم الفرنسية والإنجليزية خلال الأسبوع الماضية في هذا السياق أثار قرار الحكومة القادة بإلزام اللجان المدرسية بإعادة 100 مليون دولار من الضرائب حفيظة زعيم الكتلة البرلمانية الليبرالية في الجمعية الوطنية جامارك فورني الذي دع الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها وتسديد الأموال بنفسها للمكلفين من جهتها أنحت مرواء باللائمة على الحكومة الليبرالية السابقة التي وفرت مساعدة مالية مؤقتة للجان المدرسية دون أسعي إلى إيجاد حل للأزمة في حين اعتبرت المعارضة الرسمية أن هذه المساعدة التي اقتطعتها حكومة مرواء من شأنها زيادة ألعب الضريب على كاهل المكلفين في كابك تابع النقاب السابق كان بيريرا شهادته أمام لجنة شاربونو لليوم الثالث على التوالي وواصل الإدلاء بمعلومات تتعلق بالعلاقات بين الجريمة المنظمة بإشارة إلى عصابة الهيلز انجلز أو المافيا ونقابة اتحاد العمال في كابك فرع البناء وتحدث بيريرا بإسهاب حول العلاقات بين متعهد البناء ورجل أعمال توني أكورزو ومسؤولين رفعي المستوى داخل النقابة حيث اتضح أن أكورزو كان يشارك في الحفلات الخاصة بالنقابة خلال عيد الميلاد في حين أن عددا من المسؤولين في النقابة كانوا يتبهون بالسفر إلى جانب أكورزو أو بالقيام براحلات علامة يخد رجل الأعمال ومنهم رئيس اتحاد العمال في كابك ميشيل أرسونو ومن جهة أخرى تبين أن المدير العام السابق لاتحاد العمال في كابك فرع البناء جوسلين دوبوي كان لديه وصول إلى المقصورة الخاصة بأكورزو في مركز بيل حيث كان يستفيد دوبوي من كل الخدمات المتوفرة مجانا إلى ذلك تطرق شاهد كان بيريرا إلى العلاقات التي تربط رجل المافيا رينالد دي جاردان وجوسلين دوبوي وكشف أمام لجنة شاربونو أن الرئيس السابق لاتحاد العمال في كابك أنري ماسي اعترف أمامه عام 2010 بأنه دعم ملف أحد مناصري عصابة الهيلز أنجلز لكي يتمكن من الحصول على تمويل من صندوق التضامن هذا ومن المفترض أن يواصل بيريرا شهادته اليوم أمام لجنة التحقيق قامت الوحدة الدائمة لمكافحة الفساد بزيارة لمقر اللجنة المدرسية في موريال للاستفسار حول شركة سبق ومنحتها اللجنة عقد عمل لإجراء أعمال ترميم واصيانا وأكد ناطق بلسان اللجنة المدرسية في موريال بأن محلل من الوحدة الدائمة لمكافحة الفساد قام بزيارة اللجنة في التاسع عشر من أيلول سبتمبر الماضي رافضا أعطاء أي تفاصيل حول الزيارة مكتفيا بالقول بأن لا علاقة لها بأعمال اللجنة المدرسية في موريال حمل الحزب الليبرالي في كابك حكومة بولين مروى مسؤولية تراجع إرادات الحكومة كما اتهمها بفقدان السيطرة على النفقات ويرتكز الليبراليون على التقرير الأخير الصادر عن وزارة المالية والذي نشر يوم الجمعة الماضي عبر الموقع الإلكتروني للوزارة كما جرت العادة وكشف التقرير أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي أي من نيسان أفريل ولغاية حزيران جوان تفعت نفقات البرامج الحكومية بنسبة 2.6% لتصل إلى 17 مليار دولار في حين أن الحكومة لم تستشرف سابقا سوى ارتفاع للنفقات بنسبة 1.9% لمجمل العام المالي 2013-2014 دقت مراكز النساء في كابك ناقوس الخطر بشأن ارتفاع حالات العنف والتعصب والتمييز والعنصرية بحق فئة من النساء من تاريخ بداية السجال حول مشروع شرعة القيم الكابكية فقد تعرضت نساء محجبات للمهانة والشتائم وتصرفات غير اللائقة على إشكالها وفق ما ورد في البيان الصادر عن مركز النساء في كابك علما أن هذه المنظمة تضم في صفوفها 95 مركزا في كافة أنحاء المقاطعة ووصل إلى ما سمعها عشرات الحالات التي تم التبليغ عنها من تاريخ أن ما كشفت حكومة مرواء عن مشروع شرعة القيم الكابكية لهدف إلى وضع أطر للتسويات الدينية ووفقا لمركز النساء في كابك فأن النساء المسلمات هم في عداد الفئة الأكثر استهدافا في حالات التمييز والعنف في سياق متصل ندد وزير المؤسسات الديمقراطية بيرنار إدرانفيل بهذه التصرفات وهذا السلوك إزاء النساء المحجبات كما دعا إلى التهدئة ومواصلة الحوار في إطار الاحترام المتبادل أكد وزير الصحة ريجان إبير أنه بحال توصلت الحكومة إلى اعتماد شرعة القيم الكابكية فأن المرضى سيبقى بإمكانهم المطالبة بالخضوع للعلاج على يد طبيب من الجنس نفسه الذي ينتمون إليه وحدد الوزير إبير الأسباب التي سيتم السماح بها وتلك التي تتعلق بوضع نفسي جراء التعرض لعملية اعتداء جنسي على سبيل المثال إنما بحال لم يكن هناك طبيب متوفر لتلبية هذا المطلب فأن المستشفى غير ملزم بإدخال تعديلات على جدوى أعماله للتكيف مع مطلب المريض وأضح الوزير أن الأسباب الأخرى على غيرار الدواعي الدينية ستكون مرفوضة فلا يجب بحسب رأيه تشجيع هذا النوع من المطالب لأن المساواة بين المرأة والرجل هي من المبادئ الأساسية مع هذا الخبر ينتهي الموجز شكرا للمتابعة